من هم الذين لا يرون الله يوم القيامة؟ أهل النار لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهل يرى أهل الجنة ربهم؟ نعم يرونه لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وماذا يفعل العمل الصالح للمتوفى في قبره؟ يؤنسه في قبره وما هو الدعاء الذي يرفع القضية إلى السماء؟ حسبي الله ونعم الوكيل وهل يسأل من مات؟ ولم يدفن كمن مات غريقا أو محروقا أو أكلته الطيور والسباع؟ نعم يسأل فمن أحد يموت إلا ويأتيه الملكان ويجالسانه ويسألانه وما هو الشيء الذي يحرق الشيطان؟ التوبة تحرق الشيطان ومن هو الذي يموت بالفقر؟ من عاش بالمكر مات بالفقر ومن عاش بحسن النية أنقذه الله تعالى من كل بلية ومن هو الذي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة؟ وماذا يقول لربه؟ هو المقتول يحمل رأسه بيده ويجر قاتله باليد الأخرى ويقول لربه ربي اسأل هذا لماذا قتلني؟ من هو أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعندما يبعث يرى أخيه موسى مستيقظا ومن هم أسرع الناس حسابا يوم القيامة؟ هم الفقراء ومن هم الذين سيطول حسابهم يوم القيامة؟ هم الأغنياء ومن هم أول من ينادى عليهم يوم القيامة؟ ويدخلون الجنة هم العافين عن الناس فينادي منادي ويقول من كان أجره على الله فليقم فلا يقم إلا من عفى وأصلح لقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ومن هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبى في الله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وما هو المصير في الآخرة؟ فريق في الجنة وفريق في السعير ما هو الشيء الذي سبق غضب الله تعالى؟ رحمته قال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى فمن الذي يأبى دخول الجنة؟ من طاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى وما هو الشيء الذي حرم من المسلم على المسلم؟ كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن هم الذين ليسوا من المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رفع علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ومن هو الذي عليه أن يتبوأ مقعده من النار؟ من كذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وما هو كمال الإيمان؟ هو أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار فمتى يغار الله؟ إذا انتهك المؤمن حرمات الله وما هو الشيء الذي يعادل قتل المؤمن؟ لعن المؤمن كقتله ومن هو الغريب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين في العام الحادي عشر للهجرة وكم ظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً كاملاً وكيف تم تغسيله صلى الله عليه وسلم غسل صلى الله عليه وسلم بثيابه ولم يجرد منها ومن الذي غسله صلى الله عليه وسلم غسله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وولداه وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وكيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض وكم عدد الذين صلوا صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وثلاثون ألف شخص وأين دفن صلى الله عليه وسلم؟ دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا ودفن حيث مات وماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال طب تحيا وميتا يا رسول الله ثم خرج إلى الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أين ذهب الماء الذي غسل به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن الجوزي أنه روى عن جعفر الصادق أن الماء كان يجتمع في جفون النبي صلى الله عليه وسلم فكان علي يشربه بفمه